بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي طلاب الصف السادس يعطيكم العافية جميعا تحدثنا سابقا أنه ما هي أهم الحضارات في بلاد الشام أهم الحضارات في بلاد الشام هم الأعدوميون والكنعانيون والفنيقيون تحدثنا عن الأعدوميون الآن درسنا عن الحضارة الكنعانية إذن من أهم الحضارات في بلاد الشام الحضارة الكنعانية إذن من أهم الحضارات في بلاد الشام الحضارة الكنعانية رح نعرف عن الموطن والنشأة أين نشأت هذه الحضارة الكنعانيون هم شعب سامي سكنوا فلسطين ولبنان والأجزاء الغربية من سوريا إذن الكنعانيون هم شعب سامي سكنوا فلسطين ولبنان والأجزاء الغربية من سوريا إذن أين نشأوا؟ نشأوا في فلسطين ولبنان والأجزاء الغربية من سوريا إذن الكنعانيون هم شعب سامي سكنوا فلسطين ولبنان والأجزاء الغربية من سوريا أطلق اسم الكنعانيون على المجموعات التي استوطنت ساحل فلسطين سموها أرض كنعان إذن أطلق اسم الكنعانيون على المجموعات التي استوطنت ساحل فلسطين المجموعات التي استوطنوا ساحل فلسطين سموهم أرض كنعان إذن أطلق عليهم الاسم الكنعانيون أرض كنعان ومن أهم فرعهم وقبائلهم في فلسطين اليابيسيون من هم اليابيسيون؟ هم سكان القدس القدمة إذن اليابيسيون هم سكان القدس القدمة إذن هم سكان القدس القدمة ننتقل الآن إلى الحياة الاقتصادية أذكر مظاهر الحياة الاقتصادية للكنعانيين إذن أذكر مظاهر الحياة الاقتصادية للكنعانيين أولا الزراعة ثانيا الصناعة ثالثا التجارة رابعا البناء إذن مظاهر الحياة الاقتصادية أربعة واحد الزراعة اثنين الصناعة ثلاثة التجارة أربعة البناء خلينا نشوف الزراعة بماذا برعا الكنعانيون بالزراعة مارس الكنعانيون الزراعة مثل زراعة القمح والشعير والزيتون والعنب إذن كانت زراعتهم مشهورين بزراعة القمح والشعير والزيتون والعنب ودجنوا الماشية والطيور وأيضا وصفت بلادهم بأنها البلاد التي تفيض لبنا وعسلا سموها البلاد التي تفيض لبنا وعسلا إذن مارس الكنعانيون الزراعة قاموا بزراعة القمح والشعير والزيتون والعنب وأيضا يامس دجنوا الماشية والطيور ووصفت بلادهم سموا بلادهم هي البلاد التي تفيض لبنا وعسلا اثنين الصناعة ماذا صنع الكنعانيون واحد صناعة الأسلحة والفخار والجلود ونسجوا الصوف وصنعوا الأدوات والأواني المعدنية إذن صناعة الأسلحة وأيضا الفخار والجلود ونسجوا الصوف وصنعوا الأدوات والأواني المعدنية أما التجارة مارس الكنعانيون التجارة وخاصة التجارة البحرية كانوا دائما بيشتغلوا في التجارة البحرية وبرعوا بها وصنعوا السفن من أخشاب أشجارهم إذن برعوا بالتجارة البحرية وصنعوا السفنهم في التجارة البحرية من أخشاب أشجارهم أما البناء برع الكنعانيون في البناء وشيدوا العديد من المدن يعني بنوا الكثير من المدن من أهم المدن التي بناها الكنعانيون مثل نابلس والقدس إذن من أهم المدن التي بناها الكنعانيون مثل نابلس والقدس ننتقل الآن إلى مظاهر الحضارة الكنعانية من مظاهر الحضارة الكنعانية واحد اللغة والحياة الفكرية اثنين الديانة وثلاث نظام الحكم اللغة والحياة الفكرية ماذا كانت لغة الكنعانيون تكلم الكنعانيون لغة سامية وعرفوا الحروف الابجدية اذا تكلم الكنعانيون لغة سامية وعرفوا الحروف الابجدية اما الديانة عبد الكنعانيون قوى الطبيعة كان يعبدوا قوى الطبيعة مثل الشمس والقمر إذن عبد الكنعانيون قوى الطبيعة كالشمس والقمر ومن أسماء آلهتهم عشتار وأيل وبعل إذن هاي من أسماء الآلهة عند الكنعانيون عشتار وأيل وبعل عبد الكنعانيون قوى الطبيعة مثل الشمس والقمر كانوا يعبدوها ومن أسماء الآلهة عندهم عشتار وأيل وبعل أما نظام الحكم كيف كان نظام الحكم عند الكنعانيون نظام الحكم عندهم كان ملكيا ورافيا يعني مثلما نحكي ملك وراثي يعني الحكم ينتقل من الأب إلى الإبن هذا نظام الحكم كان ملكيا وراثيا قائما على الشورى يعني على التشاور بين المجلس يعني بيشاوروا بعضهم وكان يساعد الملك مجلس الشيوخ إذن كان لبساعد الملك مجلس الشيوخ إذن نظام الحكم كان نظام الحكم عند الكنعانيون ملكيا وراثيا قائما على الشورى ويساعد الملك مجلس الشيوخ هاي مظاهر الحياة الكنعانية اللغة والحياة الفكرية الديانة ونظام الحكم ازدهرت حضارة الكنعانيين هذه الحضارة كل ما فيها يامس تزدهر اكثر فاكثر وبرعوا في كثيرا من المجالات اذا كمان برعوا في كثير من المجالات وابدعوا حضارة متقدمة كانت حضارتهم جدا متقدمة لكن هذه حضارة الكنعانيين تعرضوا للغزو اكثر من مرة كانوا في دول ثانية بيحاربوهم ويغزوهم وايضا يامس بقوا مطمعا للدول المحيطة كانت الدول المحيطة في الحضارة الكنعانية كانوا يطمعوا فيها لانها كانت حضارة مزدهرة حضارة جدا كبيرة ومزدهرة من اهم الدول التي غزوها عنا الفرس وايضا المقدونيين والرومان اذا من هم الحضارات التي غزوا حضارة الكنعانيين لهم عنا الفرس والمقدونيين والرومان وظلت تحت حكم الرومان حتى مجيء الإسلام ظلت الحضارة الكنعانية تحت حكمهم حتى مجيء الإسلام إذن من الدول التي غزوا الحضارة الكنعانية اللي هم عندنا الفرس وأيضا المقدونيين والرومان هيك بنكون خلصنا الدرس الآن ننتقل إلى حل أسئلة الدرس صفحة 38 إذن ننتقل إلى حل أسئلة الدرس صفحة 38 السؤال الأول إجابات أسئلة الدرس السؤال الأول أعرف كلا مما يلي الكنعانيين الكنعانيين هم شعب سامي سكنوا فلسطين ولبنان والأجزاء الغربية من سوريا في الألف الثالث قبل الميلاد أيل هو اسم الإله عند الكنعانيين إذن هو اسم الإله عند الكنعانيين أم اليابيسيون هم سكان القدس القدمة إذن اليابيسيون هم سكان القدس القدمة السؤال الثاني من خلال دراستك لحضارة الكنعانيين أجب عما يلي أين سكن الكنعانيون أرض فلسطين ولبنان والأجزاء الغربية من سوريا ما أثر البيئة على نشاط الكنعانيين الاقتصادي مارس الكنعانيون العديد من الأنشطة الاقتصادية وبرعوا فيها بسبب الموقع المتميز على ساحر البحر المتوسط وتنوعت الأنشطة الاقتصادية من تجارة وصناعة وزراعة السؤال الثالث أعطي سببا لكل مما يلي ألف تسمية فلسطين بأرض كنعان الجواب نسبة إلى الكنعانيين إذن تسمية فلسطين بأرض كنعان نسبة إلى الكنعانيين با براعة الكنعانيين في صناعة السفن الجواب بسبب توفر الخشب إذن بسبب توفر الخشب جيم عمل الكنعانيين بالتجارة الجواب بسبب موقعهم على سواحل البحر المتوسط إذن بسبب موقعهم على سواحل البحر المتوسط السؤال الرابع ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي ألف سكن الكنعانيون الأجزاء الشرقية من الأردن ولبنان خطأ با الكنعانيون هم أول من سكن فلسطين صح جيم تكلم الكنعانيون اللغة العربية خطأ با دال عبد الكنعانيون إله واحد خطأ وحيك بنكون خلصنا الدرس محل أسئلة الدرس اللهم أني أسألك علما نافعا ورسقا طيبا وعملا متقبلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته